السلام عليكم عزيزي المشاهد اليوم سأقدم لكم حلقة نادرة لأحد القطع النادرة وهي تعود إلى العهد الأغريقي وهي من مدينة قورينا وما معنى قورينا؟ قورينا باليونانية مدينة تاريخية أسسها الأغريق في الجبل الأخضر في أقصى شمال شرق ليبيا وتبعد عن مدينة البيضاء بحوالي عشر كيلومتر وتعتب قورينا واليوم تسمى مدينة شحات ثاني كبرى مدن محافظة الجبل الأخضر بعد مدينة البيضاء وأسمها التاريخي هو الذي منح منطقة شرق ليبيا اسم قوريناية أو سيري إناكا تتبع المدينة حاليا محافظة الجبل الأخضر تسمى هذه المدينة قورينا أو سيرين وهي من أجم المدن ليبيا تاريخا وحضارت بل وأصبحت من أحد أجمل عشر مدن في العالم العربي حيث تحتل المرتبة الثالثة تذكر أسطورة إغريقية أن اسم سيرين جاء من اسم حورية شاهدها أوبولو أما التسمية الحالية شحات أي قورينا أطلقت عليها بسبب شح المياه حيث كانت توجد بها عيون نضبت فيها المياه لذا كانت تعرف بالعيون الشحات ثم اختصر الاسم إلى شحات ثم حرف إلى الاسم الحالي شحات تأسيس المدينة أسست في حدود سنة 631 قبل الميلاد عن طريق بعض المغامرين الأغريق وكان باتوس أول حاكم للمدينة والمدة أربعين سهنة وشهدت أوج ازدهارها من نشاط زراعي وتجاري في القرن الرابع قبل الميلاد تاريخ المدينة تبعث إداريا كل الإمبراطوريات التي تعاقبت على حكم الشمال ليبيا من الجمهوريين سنة 414 قبل الميلاد إلى الإسكندر الأكبر والحكام الأغريق سنة 332 إلى الرومان 96 قبل الميلاد إلى البيزنطينيين 324 ميلادي إلى الفتح الإسلامي 635 ميلادي وإيضا ذكرت هذه المدينة الجميلة والتاريخية في الكتب السماوية حيث ذكرت في التوراة والإنجيل أما من ناحية المدينة تتميز المدينة بالحمامات اليونانية ومعبد زيوس الذي تأسس في القرن الخامس قبل الميلاد ومعبد أوبول وغيره من المعابد والأهوار ومزلج الشورى وقلعة الإكراء بوليس وفي العهد الروماني أدخل بعض التحويرات على المباني اليونانية وشيد الكثير من المباني الجديدة ومنها الحمامات الرومانية والمسرح ورواق هرقل والكثير من المعابد والنصب والسور الخارج الذي بنيه في القرنين الأول والثاني للميلاد أما هذه القطعة الذهبية فتعتبر من القطعة النادرة التي سكت بين عامي 322 إلى 308 قبل الميلاد وهذه العملة توضح الكوادريغا وما معنى الكوادريغا؟ الكوادريغا هي مركبة أو عربة تجرها أربعة خيول وقد كانت الكوادريغا تستخدم في الألعاب الأولمبية قديما واعتمد الرومان القدمة على الكوادريغا في سباقة العربات الحربية وأيضا في الحروب تعد الكوادريغا شعارا للنص والشهر وفي كثير من الأحيان كانت تصور امرأة منتصرة وهي تقودها في الميثولوجيا الكلاسيكية الكوادريغا وهي عبارة عن عربة للآلهة أوبول حسب المعتقدات القديمة وكان يصور يقود عربته الكوادريغا عبر السماوات ويجلي النهار ويزيل الليل هذه هي المعتقدات في ذلك الزمان أما في الوجه الثاني من القطعة فهو للمعتقد اليوناني الإله زيوس وهو ملك الآلهة في الأساطير اليونانية وهو في المعتقدات اليونانية في ذلك الزمان إله السماء والرعد يعيش في أولمبوس أعلى الجبال في اليونان ويذكرنا الآلهة اليوناني القديم زيوس في العديد من مناطق الآلهة الهندية والأوروبية أندرا والمشتري وبيركو ناس وبيرون والثور وأودين ونظيره الروماني هو الإله جوبتير وفي بعض المعتقدات آمون أرجو أنكم قد استمتعتم بهذه الحلقة التاريخية ومني لكم أحلى سلام أنا حيدر خيري إلى أهل ليبيا أما أهلنا في العراق فانتظروني في حلقة قريبا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته